تعرف اني في ناس كتير جدا بتحب تشتري او اللوحات الفنية اللي بتحط على الحيط بشكل جميل من جميع المنصات باعتبرها قطعة فنية وقطعة جمالية من ضمن محتويات الاساس والديكور المنزلية. ايه رايك بايتعان نشوف مها كبيرة البحث على هذه الكلمة مفتاحية وهذا المنتج في جوجل باستخدام موقع مجاني اسمه ده خوث دوت كوم. ده اعتبر موقع مجاني بديل عن جوجل كيورد بلانر وانا كتبت كلمة الول ارت وانا اتضح ليا ان الناس بتبحث عن هذه الكلمة المفتاحية او هذا المنتج تقريبا حوالي اربعة وسبعين الف مرة. طبعا الحياة مع اختلاف اشكالها وانواعها زي المثل وول ارت الارج وول ارت الليفن جروم باثروم وهكذا. طبعا اكبر لحبين ممكن نعرف ادي كمية البحث على هذه الكلمة وهذا المنتج بشكل مخصص في اشهر منصات السوشيال ميديا. لحياة الناس بتعرض فيها الهوم ديكور ولا سيما الول ارت وحياة طبعا بالتأكيد بقصد موقع بنترست دوت كوم. هنا بنجي على موقع جميل جدا موقع مجاني اسمه بنترست كيورد او كي سيرش. هنا برضو حياة كتبت كلمة وول ارت وهنا كمية الناس اللي بتبحث عن هذه الكلمة وهذا المنتج بشكل مخصص في موقع تقريبا حوالي تسعين الف مرة شايف انت تسعين الف مرة الناس بتبحث بشراها على هذا المنتج الول ارت. اذا ان حقيقة دي فرصة كبيرة جدا احنا ممكن نستغل لها حاليا ونتربح منها بالانترنت باكتر من شكل وباكتر من وسيلة. وانا هنا في هذا الفيديو هقول لك باعها على طريقة جميلة جدا مش هتكلفك اي مجهود اطلاقا ولا فلوس ولا اي حاجة خالص. هنا بنشتغل بشكل جميل جدا انت بتبيع فيها هذه الول ارت حتى بدون ما تعملها ايوه زي ما انت سمعت. وهنا بنجي على موقع جميل جدا اسمه سوسايتي سيكس دوت كوم. يعتبر من اشهر مواقع ومجال الطباعة عند الطلب. الحقيقة الناس بتشتري فيها دايما هذه المنتجات ولا سيما اللوحات الفنية بمختلف انواعها واشكلها. طب هنا واحد باي يسألني انت بيرمونش معنى اخترت انت سوسايتي سيكس للشغل اللي فيه هذه الجزئية. هنا بقى في موقع سوسايتي سيكس زي ما انت فانا وقتلك برضو من شوية انهاية من اشهر اقسامها واكتر المنتجات اللي بتباعة في هذه المنصة هي الول ارت سواء كان برينتد ما مثلا سواء كان متل وال ارت وهكذا. تاني حاجة بقى ودي الاهم هنا بيتيح ليك برنامج اسمه او التسويق بالعمولة. اذا كده هنا يا رموح نشتغل احنا مسوقين بالعمولة. ايوة بالزبط احنا هنا هنشترك في موقع سايت سيكس مش كمصممين مش كنازة ترفع تصميمات او صور او لوحات فنية. لا احنا هنسوق هذه المنتجات الموجودة في هذه المنصة ونكسب كميشن تقريبا حوالي عشرة في المية عمولة على كل مبيعة. ودي اعلى نسبة عمولة موجودة في جميع منصات من ناحية التسويق بالعمولة. ولا تلاقيها في موقع ولا ولا وهكذا. انت مش هيكلفك اي مجهود اطلاقا سوى ترويج هذه المنتجات الموجودة داخل موقع سايت سيكس. طب عادي بقى نشوفوا احنا ازاي بقى هنممكن هنسجل في هذه المنصة وهذا البرنامج الافليت الجميل جدا ده. وزي احنا ممكن بقى نروج هذه الموجودة داخل موقع سايت سيكس خطوة بخطوة بشكل سريع جدا. هنا اعديك عجوز خاص بالجوين او بتسجل فيه بشكل مجاني تماما. وعندك انا اختيار طبعا بقى او طبعا بقى راجل يعني زائر او انت هتشتري من الاخر او انت بقى سواء كان مصمم او كراجل مصوق بالعمولة. بنختار بقى الاختيار ده. هنم در هنا البيانات الخاصة بك والايميل والباسورد. وهنا ما يدخلك على هذه الصفحة الخاصة بعرض او خطط السعرية لاشتراك كراجل مصمم او راجل فنان. طبعا بقى احنا مش ههمين خلص موضوع هزي الخطط السعرية عشان احنا دمعا دخلين كمسابقين بالعمولة بشكل مخصص وبشكل محدد. فبنجع جوز خاص بالفري بلان. وتعالى تشوز فري. والنبقى انت كده اشتركت في هذه المنصة كراجل فنان في خطة المجانية. حلو خلص. هنبقى بقى بنيجي بالخطوة الخاصة بالبحث عن هذه الافريب او هذا البرنامج التسويق بالعمولة لموقع سوسايتي سيكس. تنزل بقى تحت شوية كده هنا في هذه الجزئية. هنهت تختار حاجة اسمها artist وهنهتلاقي في الجزء الاسفل هنا حاجة اسمها artist affiliate program. تختارها كده. وهنه بيوجيهك بقى للدعاية او الصفحة الخاصة بعرض مميزات سوسايتي سيكس affiliate program. شاف انت تكسب انت عشرة في المية على كل مبيعة بشكل ممتاز جدا. طالما انت حصلت على مبيعة من خلال الرابط الافليت الخاص بك. مع تياتين يوم طبعا ويندو اللي هو وهكذا. دوس هنا بعدين بقى. هنا طبعا بقى بيطلب منك بقى سواء كراجل artist سواء انت مو كراجل مصمم او كراجل داخل على تسويق بالعمولة. محتاج منك فقط لغير خطوة كده اسمها verification. هنا بقى انت محتاج تعمل verification للحساب الخاص بك من باب ربط البيبال الخاص بك بهذه المنصة. انت تربط انت حسابك بالبيبال. وبيقسم حاجة طريبا حوالي واحد من مية دوار. يعني حاجة مش مكملة كده بعض السنتات. طبعا دي من باب اللي تزبط ليك انت الجدية والايتمام فعلا بالعمل على هذه المنصة. وبرضه من باب اولى سحب ارباحك بإذن الله من خلال البيبال. وينزم التفنة هنا بطلب انت حسابك بالبيبال. وبيقسم حوالي واحد من مية دولار. بعدين بقى بعد ما تعمل انت verification لحساب او من خلال ربط حسابك بالبيبال. طبعا هو يكون نشط او كان فعال. بيدخلك برضو على الابليكيشن الخاص بوضع بياناتك لتسويق بالعمولة. فقط تدرج بعض بيانات الوائس والايميل. وعندك بقى في بعض كده الدول تختارها. طبعا ان لو انت لقيت دولتك زي قطر مسلا الامارات هتلاقيها موجودة عندك هنا في هذه اللسطة. ملقة هاش اختار اي دولة موجودة زي قطر امارات اسبانيا بورتغال وهكذا. ما تلاقش خلص ممكن حياة ما تلاقيش مصر اكيد. ممكن ما تلاقيش الاردن مسلا. ممكن ما تلاقيش موروكو المغرب والجزائر. لكن بالتالي انت تحتاج اختيار اي لغة اخرى من باب لحاجة الروتينية للاشتراك في هذه المنصة وهو هذا البرنامج تسويق بعدين بقى هم بيرده عليك بالموافقة ممكن خلال خمس ساعات او بالكتير او يمكن يوم. وكده انت اشتراك بقى في برنامج الافريت الخاص بموقع سوسايتي سيكس دوت كوم. هنا بنيجي بقى زي احنا مهم بقى نروج ونبيع هذه او هذه المنتجات داخل موقع سوسايتي سيكس. قلت الحقيقة بعد ما نسجل بقى في برنامج الافريت وتم قبولك بازن الله بيكون عندك بتيجي انت باع على صفحة الرئيسية الخاصة بهذا الموقع زي ما اتفانا. وهنا عندك هنا منتجات كترة جدا انت ممكن تروجها من خلال هذا البرنامج التسويق بالعمولة لموقع سوسايتي سيكس. انا حقيقة باختص بالذكر اكتر عشان طبعا دي من اكتر المنتجات مبيعا داخل موقع سوسايتي سيكس. هنا طبعا في زي ما اتفانا هنا تلاقي فيه اشكال كتير جدا وانواع كتيرة زي الفريم دي طبعا لها ممكن زي كده معين او اطار هنا المثل وهكزا وهكزا طبعا حقيقة انت ممكن تبحث هنا برضه ايضا ممكن على حاجة معانية زي مثلا مثلا يعني ممكن تكتب انتش معين او يعني معين او منتجات بتتكلم عن موضوع معين زي مثلا زي مثلا حاجة رعب مثلا حاجة بالديب التفكير العميق وهكزا وزي ما اتفانا انت طالما دخلت في هذا البرنامج التسويق بالعمولة انت ممكن بقى عندك الاتاحة بتروج اي منتج موجود سواء جوزه خاصة اللي هو اللبس مثلا ملابس اطفال حاجة خاصة بالاكسوريز الاكسسورات حاجة خاصة بالاثاس المنزلة طبعا ديب جدا ممنتزة جدا لو انت اهتمت فعلا في موقع بنترست وانستجرام وعملت حساب ليك خاص بالهوم ديكور يعتبر من احلى اللي انتشات انت ممكن تشتغل فيها بالتسويق بالعمولة في الانستجرام في بنترست في الفيسبوك وهكزا على كل لو انت مسلا جيت على اي منتج ولكن زي في الول ارت كمثال وانا اخترت مسلا عندك انها بهذا الشكل الممتاز شايف انت حاجة طبعا جميلة جدا بأسعار برضو فيها اختلاف ممكن بقى في سبعين دولار ثمانين دولار في ممكن مئة واربعين دولار وهكزا طبعا تبقى لنوع هذا المنتج زي ما اتفقنا انا كمثال لو انا جيت مسلا على منتج زي ده كمثالة كمثال هنا بقى تلاقي في اسفل الصفحة الخاصة باي منتج انت بقى اخترته عشان تبدأ ليه تروجه لا عندك هنا في الاسفل الجزء الخاص به بهذا الشكل شايف انت بهذا الشكل الجميل عندك بعد عندك انت خاص بك اللي هو الكود المميز لك رابط طبعا با حتى انت ممكن تدرج هذا الكود بما يليها في اي صفحة او في اي منتج انت حاب تروجها في موقع برضو بمناسبة حتى لو انت اشتغلت انها برضو كراجل مصمم وحابة ترفع بعض التصميمات انت عندك الاقتحال كاملة في ترويج برضو هذا المنتج وتكسب ليه عمولة كراجل مسوق بالعمورة او كراجل افلييتا حلو خالص هنا بقى حابين بقى نروج بقى هذه المنتجات الجميلة بقى سواء كان ممكن او المتل او حتى اي منتج انت عايز داخل نقاع الممتاز هنا بنيجي بقى للتريك الجميلة بقى انت اول حاجة عندك انا شاف انت في هذا البريفيو عندك انا طبعا جاب لك اشكال او شكل هذا في شكل بيعرض جمال هذه اللوحة الفنية ومميزاتها زي ما انت شايف احنا بقى في هذه الطريقة بناخد بقى هذه الصور انا بقى بناخد بقى من هذه الصور ناخد بقى وناخد بقى وناخد بقى ممكن كده زي الفل جدا ادي اول صورة وهو اللي في دلوقتي نجي بقى على الصورة التانية زي الفل جدا نفس الفكرة برضو سكرينشوت اها حلو خالص وهكزا بقى انت كده من الاخر بتجيب الصور اللي بتغيرت جمال هذه من داخل هذا البريفيو الخاص بهذه الصور او هذا المنتج بشكل محدد هنا طعم بقى افضل المنصة تروج فيها طبعا بالتأكيد هذه المنتجات وهذه هو بالتأكيد موقع وانا بقى لك على التركة جميلة جدا تعملها لترويج هذه المنتجات بشكل ممتاز وتجيب لك الترافيك حلو جدا هنا بنروح على موقع وطبعا بقى كالعادة انت لما بترفع بقى اي معين بتيجي على الجوز الخاص به تلك الشرر دول او دي وعندك انا خاص به كريات بن احنا بقى خلابنا هنركز بقى في الجزية دي ركز جدا معايا في هذه النقطة هنجي بقى على الجوز الخاص بالبيد او المدفوع ونختار بقى ايوة اختار كده معايا امشي معايا خطوة بخطوة كده دوس عليها كده حضرتك وهنا بفتح المعنى عادي جدا هذه الصورة زي ما انت شايف احنا بقى بنجي على الجوز الخاص باللسام الصغير ده دوس عليه كليك وهنا بقى نروح بقى لاختار الصور احنا نزلناها عملناها من الموقع ولهذا المنتج بشكل محدد نعمل اختيار اليوم كده بشكل كامل ندوس هنا اوبن هنا منلاقي عندنا فتح اختيارين اما بوضع هذه الصورة انت اخترتها بقى في شكل هل في شكل او صورة مجمعة بيكون فيها اكتر من صورة ولا في شكل كاروسيل بن وطبعا دي انا بحبها جدا والناس فعلا بتحبها قوي داخل موقع بنترست الكاروسيل طبعا بن دي هي عبارة عن البوست او البن اللي بيضم اكتر من صورة او اكتر من اي ممكن شخص بقى بتنقل بهم يمينا ويسارا زي من انتشايف طبعا ده اللي انت شفت برده داخل موقع الي اي three view الخاص بهذا المنتج هنبقى تنكتب هنا طبعا العنوان الخاص بهذا المنتج بشكل جامل كده انت ممكن تجيب هذا العنوان برده من داخل موقع سوسواييتي تاكس العنوان الخاص بهذا المنتج برضو اي والواصف الخاص به مع بعض الهاشتاجات هتنا ممكن تجيبها من اكتر من وسيلة انا اشلحتها برضو في فيديو تحت في اول كنتم ثبت وفي سندو الوصف. وهنا بقى يا كبير تعالنا بقى نيجع جزء خاص بالآد دستنيشن لينك. طبعا كنا عارفين اللي هو موقع مش بيابل اي لينك لترويج منتجات معينة. طبعا بيعتبرها وطبعا ده خطر على حسابك لو انت عملتها اكتر من مرة. ازا هنا بقى الطريقة الموسلة هي ترويج اي منتج افلية من خلال وضعه في او في صفحة خبوط او بعتبرها صفحة وسيطة. وطبعا هي تحت في كنتم ثبت وفي سندو الوصف. هسد لك قيمة كبيرة جدا. بافضل المواقع انت ممكن تنشئ من خالها او صفحات خبوط ترويج منتجات الافلياتة. عسابي لي المسال بقى وابسطهم انت ممكن تجي عادي جدا على جوجل. وتكتب هنا جوجل سايت. او الاختيار جوجل سايتس. طبعا ده بشكل مجاني وحاجة حلو خلص. دوس هنا على بلانك سايت. وانا بقى تبدأ بقى تعمل العدة لينشاء هذه صفحة حلو خبوط بشكل ممتاز وبشكل بسيط جدا. طبعا انت بقى ممكن تبقى تتحذف هذه الاجزاء. مش مشكلة بشكل سريع جدا كده. هيا بنجي على جزء خاص بالكونتنت بلوكس وهنا تختار بقى الجزء الخاص بالصورة مع بش هذا الشكل ده. جوس عليه كده. هنا بقى انت بترفع على الصورة الخاصة بهذا المنتج. اي صورة انت نزلتها عمت لها سكينشوت سابقا. ابلود. مثلا زي كده اهو. تكبر شوية كده عشان تديها ايه مساحتها الحلوة. هنا تكتب العنوان الخاص بهذه اللوحة الفنية. اي حاجة مثلا اي حاجة. اه بتكتب ممكن برضو او برضو ممكن وصف لهذا المنتج. انت بتجيبه ايضا موقع كما هو ما تتعيبش نفسك اطلاقا. هنا بقى يجي الدور لوضع الاخليت لينك الخاص بيك يا معلم. تعمل دي بقى ازاي? هنا تيجي على جزء خاص بالموجود داخل موقع جوجل سايت. اختار حاجة اسمها او زرار. هنا بتكتب او حاجة تحفيزية للشخص المشتري اللي بيه هابط على هذه اللاندينج بيج. وتكتب مسلا زي او اي حاجة. طبعا انت ممكن تجيبه هذه من موقع اي موقع ذكاء اصطناعي. لترويج هذه اللوحة الفنية. يعني مسلا جيت اتناو كمسلا برضو بشكل اسرع يعني جيت اتناو. تمام? وانا تضع هنا رابط الافيت الخاص بترويج هذا المنتج بشكل محدد. يعني هنا كمثال هنا اللي عندي رابط الافيت الخاص بهذا المنتج هو ده اروح على جوجل سايت واضع هنا هذا اللينك بس كده. انا بس محتاج اكبر هزي طاطن هذا الزرار زي الفل جدا. كده عندي كده هذه جاهزة للترويج بشكل مثالي وبشكل او بشكل قانوني. بعد اعملنا اضع هنا ممكن اسم اللوحة الفنية زي اي حاجة. كمثال وبكده عندي هذه الصفحة يا معلم جاهزة زي الفل جدا كده. اخد بقى لنك هذا اللينك بيج كوبي وارجع بقى على موقع بنترست. حيث اروق في هذا المنتج زي الفل جدا. وانا بقى اعمل هنا اللي هذا المنتج وهنا بقى اعمل بقى اكرر هذه الطريقة عشرات المرات بقى في موقع بنترست. وحيث سداني لو انت اخترت بقى ممكن ممتازة وبجذاب الاعين سدان هتلاقي فيه مبيعات حلوة جدا من موقع بنترست. لو انت مشيت على هذه الطريقة وهذه الخطوات واحدة واحدة بستدام جميلة. ممتازة. لو انت استدامت الخاصة بموضوع الكاروسيل الناس حابة لما تحب تشتري اي منتج. بتحب تشوف المنتج بقى باكتر من شكل او اكتر من وضعية عشان يبان جمال هذا المنتج في عيونها قبل ما تحاية تتوجه للاندينج بيج او تشتري هذا المنتج بشكل لونها عام. هيا تكون اتمنى هذا الفيديو عاجب حضرتكم ولو كان في اي سؤال اي سيفسر دان معكم. اشترككم في فيديو قادم. والسلام عليكم. اشترككم. اشترككم.